أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زيلن رئيسة مجلس النواب حاجة العالم الماسة إلى نشر ثقافة التعايش والسلام وإشعة روح الألفة والتضامن والتسامح بين الشعوب وجعل القيم السامية ركيزة الثقافات المختلفة معاليها أشارت إلى النهج الرفيع الذي اتسمت به مملكة البحرين وبلغت من خلاله مراتب متقدمة وباتت مثالا يحتذى به في التعايش والسلم والأمن بفضل الرؤى الحكيمة لجلالة الملك المفدى وبمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للضمير الذي جاء بمبادرة بحرينية واعتمدته الأمم المتحدة ليكون في الخامس من أبريل من كل عام نوهت رئيسة مجلس النواب إلى أن هذه المبادرة تكتسب أهمية خاصة في دفع جهود المجتمع الدولي لتحقيق الغايات النبيلة والمعاني العميقة لمفهوم الضمير الإنساني وأعربت معاليها عن التطلع لأن يكون اليوم الدولي للضمير وسيلة بناء لتعبئة جهود المجتمع الدولي نحو تعزيز السلام للشعوب داعية للمجتمع الدولي لتبني قيم الضمير الإنساني وتحويلها لخطوات ملموسة وآليات عمل متكاملة لمواجهة ومعالجة مسببات زعزعة الأمن والاستقرار مؤكدة حرص مملكة البحرين والسلطة التشريعية بكل ما لديها من إمكانيات على تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار العالمي مستذكرة دعوة المملكة للمجتمع الدولي من أجل تبني تعيين سفراء للضمير العالمي بهدف إيجاد حلول مبتكرة للقضايا والمشاكل والتحديات التي تواجه البشرية